نبدأ الرادار بأزمة أوكرانيا فقد قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حلفاء الولايات المتحدة يقفون صفاً واحداً في مواجهة التهديدات الروسية مؤكداً الالتزام بدعم الاحتياجات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل تصريحة أوستن جاءت عقب اجتماعاً لوزراء دفاع دول حلف النيتو في بريكسال نعمل على تكثيف جهودنا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها كما أن الرئيس الأمريكي سيبقى إلى جانب أوكرانيا مهما كلف الأمر سنلب احتياجات أوكرانيا الملحة فوراً وسنوفر احتياجاتها من السلاح الذي يضمن حماية عراضيها كما أن حلفاء الولايات المتحدة وشركائها يقفون صفاً واحداً متحداً في مواجهة تهديدات بوتين غير المسؤولة للمزيد معنا من بريكسال مفادنا أشرف سعد كما ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا جو تابت نبدأ معك أولاً أشرف سعد في بريكسال لويد أوستن في اجتماع النيتو تعهد بمساعدة أوكرانيا على المدى الطويل كيف كانت ردود الفعل أشرف؟ وهو نفس التعهد الذي قدمه يانس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على الناتو الذي أكد قبيل بدء الاجتماعات على أن الناتو سيواصل دعمه لأوكرانيا مهما طال الزمن ومهما تطلب الأمر معنا ذلك أن كل الخيارات باتت مفتوحة أمام نوعية الدعم الذي يمكن تقديمه لأوكرانيا خلال الفترة المقبلة نحن نتحدث عن أنظمة دفاع جوي واضح أن ذلك هو التركيز من قبل حلف الناتو خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن الاجتماعات التي عقدت اليوم كانت بشكل أساسي اجتماعات مجموعة لاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا والتي عرض فيها وزير الدفاع الأوكراني الذي كان مشاركاً في الاجتماع والذي كان ربما جالساً بجوار أوستن خلال تصريحاته عرض في هذا الاجتماع مطالب بلاده واحتياجاتها خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن هذه المرحلة تشهد كما قال الأمين العام للناتو أكبر تصعيد منذ اندلاع العمليات العسكرية في فبراير من العام الجاري أشار سلتنبرج إلى أولاً القصف الروسي الذي استهدف مناطق في البنية التحتية أو بعض أجهزة البنية التحتية أو شبكات البنية التحتية في أوكرانيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء وتحدث أيضاً عن تحرك روسيا المستمر لضم أراضي من الأراضي الأوكرانية بالاستفتاء غير الشرعي كما وصفه من الواضح أن الناتو مصر على استمرار دعمه لأوكرانيا ومصر على التصدي لروسيا خلال المرحلة المقبلة هناك عشاء عمل سيعقد بعد رحو ساعتين أو ثلاثة من الآن سيكون موضوعه الرئيسي تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لتحمايتها من هذه الهجمات ننتقل إلى جو تابت في واشنطن جو بالإضافة إلى ما قاله مرسلنا أشرف سعد نريد أن نتحدث عن زاوية فيما يتعلق بهذه المساعدات الأمريكية المستمرة لأوكرانيا وتأثيرها أيضاً على انتخابات التجهيد النصفي الشهر المقبل إلى أي مدى هناك توافق كامل بين الساسة الأمريكيين لهذا الدعم المستمر لأوكرانيا في ظل أزمة طاقة عالمية إذا قلنا بأن هناك إجماعاً سياسياً واضحاً في واشنطن من الجمهوريين والديمقراطيين على سياسة بايدن تجاه روسيا فهذا في الواقع توصيف دقيق هناك إجماع جمهوري وديمقراطي وهناك إجماع من قبل الوكالات الفدرالية والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية على المضي قدماً في المساعدات هذا أمر ليس جديداً فضيلة الجديد هو عنصر التفصيل داخل هذه المساعدات وكما ذكر أشرف وهو الذي سيتضمن منظومات صاروخية دفاعية في الواقع ستغير مقاييس اللعبة على الأرض بوتن أحدث تغييرات في الساعات الماضية هو قصف مناطق سكنية جاء بجنرال معروف وكما يقول البنتاجون والكلام للبنتاجون جنرال سيرجي سوروفيكين المعروف وكما يقول البنتاجون بوحشيته في قصف المدنيين والمستشفيات في سوريا إذن هذا النموذج يرغب بوتن بنقله إلى أوكرانيا البنتاجون ومن خلال اجتماعات وزراء الدفاع النيتو يريد إيصال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا إذن طبيعة الدعم الأمريكي وطبيعة الدعم الأطلسي ستتغير في الأيام المقبلة وهنا تكمن المفاجأة والسؤال المطروح اليوم هو كيف سيرد بوتن على هذه الخطوات شكرا جزيلا جو تابت في واشنطن وأشرف سعد أيضا من العاصمة البلجيكية بريكسل شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر